ما حدث اليوم هو نتاج عمل وجهد مضاعف واستثنائي طوال أكثر من ستة أشهر الماضية لللجنة العليا لبناء المدارس النموذجية بمتابعة مستمرة من قبل سيد رئيس مجلس الوزراء كان هناك مرحلة الإعداد للمشروع التكييف القانوني للعقود وكذلك تهيئة قطع الأراضي وحيثيات المشروع بالتنسيق طبعا مع المحافظات هذا المشروع كان بتوجيه من سيد رئيس مجلس الوزراء لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية ثمانية آلاف مدرسة مجموعة المشروع المرحلة الأولى هي ألف لشركتين باور تشاينا وسينوتيك باشرت مدة الإنجاز سنتين هناك متابعة حفيفة من قبل الإدارة التنفيذية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لعمل المشروع فرق للزيارات الميدانية دوائر مهندس مقيم كل مدرسة بها مهندس مقيم ألف مهندس مقيم كل مدرسة بها مدير من موقع من الجانب الصيني والجانب العراقي النسب نسب الإنجاز ومراحل العمل تصل بشكل دوري يوميا إلى الإدارة التنفيذية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء طيب في بغداد العدد هو 144 مدرسة هل يرتفع هذا الرقم في المحافظات المحررة وتعرفون ما لحق بها من دمر إفراد داعش نعم يعني الاختيار كان على المعايير انذكرت بالتقرير ثلاث معايير مهمة أيضا أعداد الأبنية المدرسية ربما يختلف عليها بعض المواطنون يعني مثلا يقول لك احنا في المحافظة الفلانية نحتاج أكثر ليش المحافظة أكثر احنا واجهنا مشكلة حقيقة هي مشكلة توفر قطاع الأراضي والمواقع ان شاء الله على المرحلة الجاية عدنا 3000 بعدين 4000 من الآن نعمل على تهيئة مواقع أخرى وإضافية يعني والمشكلة فقط توفر الأراضي أم هناك مشاكل أخرى ربما تعيق المحافظة لا توجد أي مشاكل فقط موضوع تهيئة الأراضي مساحاتها بحسب التصاميم الذي وضعها المركز الوطني للإستشارات الهندسية راح تكون إن شاء الله هناك زيادة في المرحلة الثانية المشروع بإعداد الأبنية المدرسية في المحافظات أستاذ حيدر هل تم تخصيص جميع الأراضي للألف مدرسة بالتحديد؟ يعني لا توجد مدرسة الآن بدون أرض مخصصة هذا من جهة من جهة أخرى متى ستبدأ المرحلة الثانية؟ هل سنشهد انطلاق المرحلة الثانية قبل انتهاء مشروع الألف مدرسة كمرحلة أولى أم ربما؟ بعد أن ينتهي المرحلة الأولى يتم الإعلان عن المرحلة الثانية ومع شركات ربما تختلف عن الشركتين التي تم تحويل إليها العقد نعم تم تسليم كافة المواقع ألف موقع إلى الشركتين في عموم المحافظات باشرت الشركتين بتسييج المواقع وحفر الأساسات الأعمال المدنية التدائية باشرت بها هناك عمل بحسب ما مخطط إلى بالعقد فيما يخص البدء بالمرحلة الثانية يعني موضوع الشركتين نفسهم أو غيرهم هذا يرجع إلى رأي الإدارة التنفيذية والحكومة العراقية بالتأكيد الشركتين الآن يقع على عاتقها حمل ثقيل لأنه هذا مشروع غير تقليدي التصاميم نموذجية وجديدة أربعة تصاميم من داعش صممها المركز الوطني للسيرات الهندسية تحتوي على كافة المستلزمات التي يحتاجها الطالب العراقي طيب شاهدنا عبارة مدرسة نموذجية على كثير من المدارس لكن في الحقيقة كانت تفتقد لوسائل الراحة وأيضا الوسائل التوضيحية المعلومة اليوم المدارس أو الألف مدرسة التي صممت على أنها هي مدرسة نموذجية ما الذي على أي أساس اعتمدت حتى تكون مدرسة نموذجية وما الذي ستقدمها بالتبط؟ يعني نموذجية من ناحية التصميم هو التصميم غير تقليدي أول مرة سيكون بالعراق على وفق مواصفات عالمية ستكون بها ساحات للرياضة أيضا قاعات للدراسة الإلكترونية قاعات للمختبرات ستكون أيضا الوسائل الدراسة بها ستكون تختلف اليوم أيضا السيد رئيس مجلس الوزراء أثناء كلمته بوضع حجر الأساس أكد أنه ليس فقط نحن نهيئ مدارس لازم نشتغل على إعداد جيل وأيضا نشتغل على تغيير المناهج بحسب التطورات هذا يعتمد على وضع الكوادر أيضا؟ بالتأكيد كوادر نكفو أو موجودة متواجدة الآن هذه المدارس طبعا أيضا لكن ربما هذه الكوادر أيضا تحتاج إلى تطوير أو مساندة من كوادر خارجية ربما موضوع دورات تطويرية وغير ذلك؟ بالتأكيد دورات تدريبية ورشعمل موجودة الكفاءات أيضا الجامعات اللي يتخرجون من عدها المعلمين المدرسين تتنطي الوسائل الحديثة بحسب ما وصل إلى العالم طيب أستاذ حيدر المشروع يأتي ضمن الاتفاقية الصينية التي طالب وأنتم تعلمون جرت تشكيك بجدية تنفيذها بالتالي ما هي المشاريع التي من الممكن أن تشتمل عليها الاتفاقية الصينية ومن الممكن أن يتم البدء بتنفيذها بالقطاعات محددة مختلفة ضمن هذه الاتفاقية نعم رؤية الحكومة العراقية التوسع بالمشاريع اللي رح تشتغل عليها مستقبلا مع الصين بالاتفاقية الآن مزارة التخطيط على اعتبارها الجهة المعنية بالإدراج المشاريع تعمل على أعداد مشاريع حيوية واستراتيجية مهمة يعني ابتداءا هناك مشاريع البنى التحتية الطرق والجسور مجمعات السكنية الموانئ السكك الحديد مشاريع الطاقة مشاريع المحطات التحويلية الضخمة ومحطات تحلية المياه كل هذه الآن تعمل وزارة التخطيط على إدراج الإعداد إلها ومن ثم تقديم الرؤى إلى الحكومة العراقية لتقرر حالتها إلى الشركات الصينية طيب ماذا بشأن السقوف الزمنية لتنفيذ هذه المشاريع موضوع الألف مدرسة وغير ذلك موجود هناك توجد لها سقف زمني مثل المشاريع الأخرى نعم السقف الزمني لمشروع الألف مدرسة هو سنتين الشركتين ملزمة أمام الحكومة العراقية بموجب العقد الموقع بالالتزام بهذه التوقيتات الزمنية الجانب العراقي وفر كل الوسائل والدعم اللوجستي للشركتين في بغداد والمحافظات أيضا هناك ارتياح شعبي ودعم لأهالي المناطق القريبة للمدارس مع الشركات الصينية نتأمل وإن شاء الله أن تنجز هذه المشاريع بالوقت المحدد بالمناسبة كل المشاريع التي تشرف عليها الأمانة العامة لمجلس الوزراء لم تشهد أي تلك لغاية اللحظة طيب من ضمن المشاريع التي من الممكن أن تشتمل عليها الاتفاقية الصينية سيد حيدا هو تطوير أيضا مطار الناصرية هذا الموضوع هذا المشروع هل بدأ العمل فعليا ضمن الاتفاقية الصينية بتطوير مطار الناصرية هل ما زال العمل مستمر هل سننطلق إلى مشروع آخر ذات جدوى اقتصادية وأهمية مثلما توجد الأهمية وجدوى اقتصادية بمطار الناصرية أيضا بالتأكيد باشرة الشركة الصينية شركة أخرى غير هذه الشركتين بمشروع تطوير وتأهيل مطار الناصرية الدولي هذا المطار هو حيوي واستراتيجي ومهم جدا لذيقار ولمحافظات المحيطة المجاورة أيضا لأهمية محافظة ذيقار وما شهدته خلال الفترة الأخيرة من زيارة قداسة بابا الفاتيكان وجود مدينة أور الأثرية وجود الأهوار وجود مناطق سياحية وأثرية بالتأكيد رح يسهل عملية زيادة التبادل التجاري داخل المحافظة وأيضا رح يكون هناك قسم للشحن الجوي قسم كبير للشحن الجوي رح يكون مقر رئيسي لنقل البضاء التجارية ما بين العراق والشرق الأوسط